بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشتراك المرسلين نواصل في شابتر 5 lecture 4 نشوف فيه اللي هو differentiation اللي هو الاشتقاق ممكن نشتاق اشتاق درام المثلة هنستخدم الفنكشن diff علشان نشتاق اللي هي symbolic function أو expression e عندنا هذه الفنكشن مثال المطلوب بنا find us first derivative df over d x نعرف هذه الفنكشن نكتبها هنا طبعا ال x هذه لازم تكون ال x الموجودة فيها لازم تكون symbolic variable وبعدين نستخدم diff f تعطيني هذه هي المشتاقة لكن هنا ما حتش تقوله بنسبة لمن؟ best first derivative لانه ما عندي هنا إلا x بس ما في y و z ولا اي شيء آخر لكن لاحظ هل في هذه الفنكشن الأخرى y cubic plus 2 z find the x first derivative of this function لو ما قال لك بالنسبة لأ لو جيت استخدمت الماتلاب قلت له أعطيني مشتقل ولا عار دخلنا الفنكشن هذه ما فيها الزد طبعا ال y و z لازم يكونوا موجودين symbolic variable ال x ما هي موجودة هنا لما تقوله diff بس كده f حيعمل ايش الماتلاب؟ ال x ما هي موجودة لكن هو له قاعدة لاحظ هنا عندي ال x و بعدها ال y و بعدها الزد المجرى هنا 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 هو حياخذ لما ما تقول لتحدد له هنا الماتلاب حياخذ بالنسبة لأقرب شيء بالنسبة لل x ال x ما هي موجودة لو ال x موجودة ياخذها لكن ال x ما هي موجودة أقرب شيء لل x هو ال y ولا z هو طبعا ال y وبالتالي حيشتق بالنسبة لل y كيف عرف إنه يشتق بالنسبة لل y؟ لاحظ هنا كانت عندي y كيوبيك صارت عندي ثلاثة y سكوير الزد اعتبر إنها constant إنها ثابت وبالتالي راحت في الاشتقاء إذن لما يكون عندي في ال e في ال e هذه اللي هي الفنكشن symbolic expression لما يكون فيها أكثر من variable x و y و z وكده فالمفروض نحدد له هو يشتق بالنسبة للمين على الشان نجيب المشتق اللي هو ال partial derivative والاشتقاء الجزئي إذن أنا عندي هذا الفنكشن of f x x y equal sin x y هنا يطلب منك إش find إش differentiator following expression dif بالنسبة للمين with respect to y أعطينا المشتق بالنسبة ل y دخلنا الفنكشن لاحظ sin x y x مضربة في y x و y لازم يكونوا معرفين هنا بعمل التكامل اشتقاء بالنسبة ل f بالنسبة لل y سأعطينا النتيجة x cos x y طبعا أنا هنا عندي هذه الفنكشن expression أشتقها بالنسبة لل v زي ما شفنا المرامات اللي هو partial derivative لكن المشتقاء رقم كام هذه الأن المفرضة تكون عدد ثلاثة أو أربعة أو خمسة إذا كانت ثلاثة ما معناها أنا أود المشتقاء بالنسبة لل v لكن المشتقاء رقم ثلاثة مثال يعطيني أعطاك هذه الفنكشن وقال لك إيش؟ أعطيني المشتقاء الثالثة إذن n تساوي ثلاثة بالنسبة لمين؟ بالنسبة لل y إذن أود d cubic of f أو فرض d y cubic تساوي كم هذا المطلوب مني؟ أروح أعرف الفنكشن فيها x وفيها x وفيها y إذن لازم أعرفهم بسنبريك فاريابل أروح أقول له اشتقلي ال f بالنسبة لل y المشتقاء الثالثة يعطيني نتجة 6 ممكن كمان لاحظ هنا يقول لي هذه الفنكشن سيكون أعطيني هذا الاشتقاء لحظة أن هذا اشتقاء ثنائي لكن أولا بالنسبة لل x وبعدين بنسبة لل y كيف نعمل؟ أولا أقول سيمس لازم يكون أقول سيمس x و y عندي x و y هنا وبعدين أعرف الف هذه تساوي كم تساوي x minus y cubic أوكي؟ وبعدين أعمل أي اشتقاء أعمل أولا الاشتقاء الداخلي اللي هو هال أقول أنه d1 مثلا أعرفه أنا أسميه d1 تساوي diff من الف بالنسبة لل x بالنسبة لل x وبعدين أروح مشتق d2 تساوي diff diff مين؟ مش ال f لا ال d1 هذه اللي هي d1 بالنسبة لل x بالنسبة لل y اللي هو هذا يساوي diff على d over dy لمين؟ ل df على dx صح؟ هذا أصلا يساوي هذا إذن أنا أولا سميت هذا d1 اشتقيته بنسبة لل x زي ما هو عندي هنا وبعدين الاشتقاء الخارجي اشتقيت بنسبة من بنسبة لل y زي ما سويتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته